كابتنان أسامة قالت مبروك إنجاز تاريخي يحسب للنادي الأهلي برغم كل صفات اللي مر بيها ما فيش شك طبعا مكسب تاريخي سكور كبير جدا مع فرقة كبيرة ومحترمة رغم الهزيمة النهاردة لكن هي فرقة كبيرة فكونك تكسبهم في تالت ورابع وتحصل على البرونزية في كاس أندية العالم باربعة صف دي نتيجة كبيرة وتاريخية مبروك لمجلس دارة النادي الأهلي مبروك لمستر موسيماني والجهز الفني مبروك للعابين التحملوا كتير جدا خاصة لعبة المنتخب اللي جم من أربع ماتشات 120 دقيقة وقدروا يشاركوا النهاردة وكان لهم تأثير مع بقية زميلهم فهو ما فيش شك إنجاز كبير وتاريخي والمباراة تعتبر كانت وان سايد جيم أربع أهداف غير الفرص الكتير جدا اللي ضاعت صحيح بعد طرد كنه في الدقيقة 28 يعني كانت طرد الثاني زي ما أنا قلت لك الشوت الأولاني كانت المباراة انتهت تماما 2-0 وطردين صعب جدا يرجعوا ولكن النادي الأهلي من حتى قبل الطرد وهو كان الأفضل فتعتبر المباراة من اتجاه واحد والنادي الأهلي قدر يعمل مباراة كبيرة ومجسب تاريخي كبنا